نرحب بك جلالة الملك في هذا الحوار الذي شرفتمونا به في التلفزيون الأردني شكرا يشهد الأردن وشهد سيديك على مدار سنة ونصف تقريبا لعديد من الحراكات السياسية والمطلبية التي انطلقت مع بداية الربيع العربي ما رأي جلالتكم بها؟ بالنسبة للحراق البناء والمسؤول فأنا أنظر للموضوع بإيجابية فهذه هي الدموقراطية وهذا دليل على وعي شعبنا العزيز وخلينا نحكي بصراحة أحد أسباب هذه الحراكات هو غياب ثقة في قدرة المؤسسات الرسمية على رعاية مصالح الناس وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الضرورية بالإضافة إلى معاناة المواطن من الغلاء والفقر والبطالة والخلل في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ومن هنا جاءت المطالبة بمشاركة سياسية أوسع وتوزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية وتعزيز نزاهة الإدارة العامة وأنا مع هذه المطالب وأدعمها بكل قوة لأنها مصلحة وطنية عليا جلالتكم غالبية المطالب التي ترفحها لحراكات هي أقتصادية واجتماعية في الجانب الآخر الإصلاحات السياسية كيف ستقودن هذه الإصلاحات إلى تلبية هذه المطالب الشعبية أنا مؤمن بأن أساس عملية الإصلاح الشامل هو توسيع قاعدة المشاركة في صنوة القرار حتى يكون المواطن شريك في القرارات التي تؤثر على مستقبله وهذا هو جوهر الإصلاح السياسي الذي سيقودنا إلى الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي ولذلك تم تعديل حوالي ثلث مواد الدستور وهي تعديلات متقدمة على اللي كان مطلوب وهذه تعديلات رسخت مبدأ الفاصل بين السلطات وعززت الكثير من الحقوق والحريات كما تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب ولأول مرة في تاريخ الأردن ستجرى الانتخابات من قبل هيئة مستقلة تضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية والحياد في العملية الانتخابية وبالإضافة إلى كل هذا تم إنشاء نقابة المعلمين كما تم إنجاز قوانين إصلاحية أخرى قانون أحزاب متقدم وقانون المحكمة الدستورية وهذه كلها تشكل نقل نوعية على طريق الإصلاح السياسي فيما يخص قانون الانتخاب فقد وجهت الحكومة لتعديل هذا القانون في دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الأسبوع القادم بحيث تتم زيادة مقاعد المخصصة للقائمة الوطنية اللي هي ركن رئيسي في تطوير الحياة الحزبية البرامجية وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن فنحن نريد التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الأردن السياسي وهذا القانون سنعمل على تطويره بالتوازي مع تطور الأحزاب وتغير الظروف وبحيث يحافظ على عدالة التمثيل لجميع أطياف المجتمع وبدأ أقول هون نحن بحاجة لثقافة ديمقراطية تؤمن بالتعددية على أساس التنوع والحوار واحترام الرأي الآخر سيدي اسمحني أن أكون صريحا معك هناك من يصف مسيرة الإصلاح التي تقودنا إلى هذه الديمقراطية بأنها غير مجدية وأن الدولة غير ملتزمة بنتائجها لأن ذلك سيؤدي إلى أن يتولى الشعب مزيدا من السلطات من بينها ما مرستموه جلالتكم أو تمارسونه حاليا فلسفة الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين ليست قائمة على احتكار السلطة ولا على القوة وإنما تستند إلى الشرعية التاريخية وشرعية الإنجاز بالرجوع إلى السؤال أنا أنظر إلى الإصلاح من منطلق المسؤولية الوطنية والمصلحة العامة وأشدد هنا ليفهمني الجميع أن الهدف النهائي من الإصلاح هو الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية ممثلة ومسؤولة تعتمد على حضور الأحزاب والمعارضة البناءة التي تشكل كتل برلمانية تمارس دورها بشكل قوي وفاعل في تشكيل الحكومات القادمة وهذه الرؤية تأتي من قناعة الراسقة أن هذا في صميم مصلحة الوطن العليا ونجاح هذا الأمر يعتبد على تحمل الجميع لمسؤولياتهم لأن الديمقراطية عمل جماعي وممارسة فعلية وليست أمنيات أو شعرات دلالة الملك بالرغم من كل ما تم إنجازه من إصلاحات ما زالت بعض الأحزاب تشكك في جديد الإصلاح وغير راضية عن حجم ونوعية هذه الإصلاحات ما رأيكم؟ جميع الأحزاب بما فيها حزب جبهة العمل جزء من مكونات المجتمع الأردني وهم أبنائنا وإخواننا ونحن نحترم رأيهم وحقهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار طلبت بعض الأحزاب والقوة السياسية تعديل بعض مواد الدستور فعدلنا ثلث مواد الدستور يعني أكثر من اللي طلبوا طلبوا محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب وقانون أحزاب وقانون انتخاب جديد وقد تم كل ذلك بالتحاور والحرص على التوازن بين مختلف الأحزاب وتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حاول هذه القوانين الإصلاحية لكن بعض الناس ما بدهم يشوفوا إلا النص الفارغ من الكاز على كل حال أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بما فيهم الإخوان وحزبهم جبهة العبل وبي أؤكد هنا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع فنحن للجميع ومن هنا ندعو كل أطياف المجتمع للمشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية وخوض الانتخابات النيابية للوصول إلى حكومات بلمانية ورؤيتي للمستقبل أساسها أن توجهات بجلس النواب القادم ومدى قدرته على تشكيل كتل بلمانية ستكون عامل رئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات القادمة وأن يستمر مجلس النواب القادم وهذا مهم جدا أربع سنوات حسب الدستور وأن تواكب حكومة منبثقة عن المجلس لنفس المدة طبعا طالما حافظت على ثقة ثقة مجلس النواب وثقة الشعب لذلك من المهم مشاركة جميع القوى السياسية على أساس برامجي ومن خلال أحزاب وتكتلات حتى تكون هناك نقل نوعية في آلية تشكيل الحكومات ونبدأ فعليا ممارسة تحول نحو الحكومات البلاء كيف يمكن أن نوائم ونوازل بينما تدعو إليه من صيغة متقدمة للعمل العام والأجواء العامة المشحونة خاصة ما نشاهده من حالات الاستقطاب ما أنجزنا هو تأسيس للمستقبل وليس نهاية المطاف وأي عملية تغيير لا يمكن أن تردي الجميع بسبب التفاوت في الخلفيات والرؤى والاجتهاد وربما الدوافع والمصالح وهذا أمر طبيعي ولكن المرفوض هو أن تقوم جهة أو مجموعة باستغلال عملية التغيير لفرض أجنداتها الخاصة وتهميش الآخرين أو إثارة الفتنة والفوضى بين أبناء الشعب الواحد المتساوي في الحقوق والواجبات وكل أمل أن يتحمل كل واحد مسؤوليته حتى نتمكن من مواجهة تحديات الفقر والبطالة وتحسين الخدمات فنحن شركة في هذا الوطن وفي صناعة المستقبل وتجاوز كل السلبيات الإشارة لحالة الاستقطاب والأجواء المشحونة تذكرنا بأحاديث وكتابات حول تراجع هيبة الدولة هل هيبة الدولة موضع سؤال؟ سيارة القانون على الجميع وتحقيق العدالة هي التي تحفظ هيبة الدولة وتحفظ حقوق المواطنين وتصون حرياتهم وكرمتهم فالدولة ليست كيان غريب أو بعيد عن مجموع مكونات المجتمع وهيبة الدولة عندي يجسدها احتزاز الأردني بهويته وتاريخه وثيقته في مستقبله وتعامله الحضاري مع الآخرين والحرص على الممتلكات العامة واحترام القانون صحيح هناك تجاوزات من البعض ولكنها محدودة والحمد لله شعبنا واعي ويميز بين النشاط السياسي المشروع والخروج على القانون والنظام العام ومحاولات التخريب ضبط النفس والصبر الذي مرثته الدولة يجب أن لا يفهم على أنه ضعب ويجب أن نتذكر أننا كأردنيين نعرف القوة بالقدرة على التفاهم والحوار والعفو والتسامح وليس بالقدرة على القمع والانغلاق والحمد لله الأدنيون بكل توجهاتهم وفياتهم عبروا في القرى والمدن والبادية والمخيمات عن الانتماء المسؤول في وقوفهم بحزم خلف مؤسسات دولتهم طلت فترة عدم الاستقرار التي سادت المنطقة دولت ملك أريد أن أنتقل إلى الوضع الاقتصادي الصعب هل هناك استراتيجية الآن للتعامل مع هذا الملف المعقد؟ نعم الوضع الاقتصادي صعب وأنا أدرك تماما تأثير ذلك على حياة المواطن الذي يواصل الليل بالنهار لتوفير لقمة العيش لذلك علينا أن نتخذ قرارات واقعية لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي وجود مجلس نيابي خوي يعكس الإرادة الشعبية وحكومة تحظى بثقة هذا المجلس والمواطن لإتخاذ وتنفيذ القرارات وبالتالي الإصلاح السياسي هو ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة وعندما أشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية نهاية هذا العام فإن ذلك إنعكاس للحاجة والضرورة التي يعيشها المواطن في البحث عن لقمة العيش وفرصات العمل المواطن لا يملك طرف الانتظار ويريد حلول جذرية بصراحة سيدي هناك من يرى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن حاليا سببها الرئيسي أن السياسات الاقتصادية الماضية وفي المقدمة منها عمليات الخسقصة ما رأي جلالتكم في هذا؟ هناك من ينادي بمراجعة الكثير من السياسات الاقتصادية مثل الخسقصة والانفتاح وغيرها صحيح هناك إنجازات كبيرة اتحققت لكن هذا لا يعني بأنه لم تحصل بعض الأخطاء في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات وتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الفئات التي تأثرت أكثر بنتائج هذه السياسات والكثير من النقاشات تضع اللوم على سياسات الخصصة بالذات وضمن هذا السياق قد يكون من المفيد تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من الدول المشهود لها بالنزاهة والحياد والخبرة وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصصة التي اعتبدناها منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1989 وأثارها الاقتصادي والاجتماعي المبني على الحقائق وليس الانتباعات في إطار زمني سريع ومحدد وهدفنا من ذلك معرفة نقاط الفشل والنجاح وتضمين ذلك في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية جلالة الملك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم وتأثيرها على الأردن هل تغيرت رؤيتكم الاقتصادية؟ الرؤية الاقتصادية التي نريدها للأردن ومستقبل الأردن هي رؤية مبنية على التوازن وشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحيث تمارس الحكومات دورها في الرقابة والتنظيم وحماية المستهلك وترشيد الاستهلاك وهذا يستدعي تنويع مصادر الطاقة والاحتماد على مواردنا ذاتية وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وأن تقوم الحكومات أيضا بمسؤولياتها الاجتماعية في محاربة الفقر والبطالة وفي تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية أما القطاع الخاص فمن واجبه القيام بدوره في الاستثمار وإيجاد فرص العمل ودعم بيت الإبداع ويجب أن نتذكر دائما أن مواردنا محدودة ونحن نستورد معظم احتياجاتنا من الطاقة والغداء وبالمناسبة فاتورة الطاقة هي اللي رفعت عجز الموازنة والمديونية بشكل غير مصبوح جلالة ملك بدي أنتقل لموضوع يشغل الأردنيين وحديثهم دائما عنه وهو الفساد وقضياء الفساد وإلى آخره كيف تقيم أداء الدولة في هذا الموضوع؟ بمنتهى الوضوح والاقتصار من يثبت عليه الفساد سيعاقب وفق القانون وحين أقول ما في حدا فوق القانون وأرجو أن لا يكون الأمر حجة لاختيال الشخصية وتصفة الحسابات كما حصل مع الأسف في بعض الحالات هدفنا مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين لأنه التضحيات والجهود اللي بذلها آبانا وأجدادنا في ظروف صعبة لبناء الوطن هي أمانة في أناقنا لذلك لا حماية لأي فاسد وإحنا عندنا منظومة متكاملة للنزاهة الوطنية تحتاج إلى التطوير والتحديث المستمر فالأردن دولة مؤسسات وقانون ونحن بصدد وضع ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وتطوير قدرات هذه المؤسسات لتعزيز ثقة المواطن فيها ومن المهم أن تقوم هذه المؤسسات بعرض نتائج جهودها في محاربة الفساد على المواطنين مع الحفاظ على مبدأ السرية في التحقيق سيدنا لكن هناك من يشكك بقدرة هذه المؤسسات على القيام بمهامها أدرك تماما أن هناك من يحاول أن يشكك في قدرات أو استقلالية هذه المؤسسات في التصدي للفساد ولكن أريد أن أؤكد أن من يدير هذه المؤسسات هم أبناء هذا الوطن وهم حرسين على مستقبلهم ولهم كامل الصلاحيات للقيام بأعمالهم وتحمل مسؤوليات قراراتهم وكما نأمل بمزيد من الحزم في محاربة الفساد فمن الواجب أيضا حماية الأبرياء فالإشاعات والتجني واغتيال الشخصية والربط الفساد والفاسدين بفكر ونهج وليس بأفعال أمر غير معقول وغير مقبول على الإطلاق وخلينا نوضح نقطة هنا مقابل كل فاسد هناك آلاف الشرفاء والمخلصين للوطن اللي نعتمد عليهم في العبور إلى المستقبل المشرق وخلينا ننظر إلى النص المليئة من الكأس فهناك جهود كبيرة لإجتثاث الفساد ومأسسة ردعه وهناك قضايا منظورة أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد ولا بد من إعطاء الوقت اللازم لهذه المؤسسات لتأخذ العدالة مجراها دلالة الملك بالرغم من كل ما أنجز في الجانب الإصلاحات ومكافحة الفساد إلا أنه باللاحظ أن الأجواء ما دلت مشحونة ومتوترة لماذا؟ الدموقراطية التي نصحى لها هي ضمان حق التعبير وحرية الرأي والاحتجاج بالوسائل السلمية طالما هناك التزام بالقانون والمصلحة العامة وأعتقد أن وسائل الإعلام المختلفة كان لها دور كبير في إيجاد هذه الأجواء المشحونة ومثل ما بيعرف الجميع هناك بعض وسائل الإعلام لها أجندة خاصة وبعضها يخدم الجهات التي تتموّلها وهي بكل الأحوال تفتقر إلى المهنية والموضوعية والمستقية أما الإعلام الرسمي والذي عنده شيء من المهنية والموضوعية فهو مع الأسف لم يتمكن من التعامل مع هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة بالمستوى المطلوب من المهنية والقدرة على التأثير في الرأي العام ومن هنا أتمنى على الجميع في وسائل الإعلام أن يرتقوا بمستوى المهنية والموضوعية والمسؤولية إلى مستوى الحرية المتاحة لهم بعيداً عن تهويل الأمور وترويج الإشعاعات فهذه الأمور لا تتناسب مع رسالة الإعلام المهني ولا مع المصلحة الوطنية ويجب أن يتذكر الجميع أن صقف الحرية ينتهي عن صقف المسؤولية والمصلحة الوطنية العلية جلالة الملك أخيراً هل أنت متفائل بالمستقبل؟ أنا متفائل وكل الثقة أننا سوف نجتاز المرحلة بهمة وعزم شعبنا وهذا هو شائن الأردن منذ تأسيسه فمستقبل الجال القادمة أمامنا وهو مسؤولية في أعناقنا وسنستمر على العهد حاملين نفس الرسالة والوطنية ليس مجرد شعرات وإنما هي العمل البناء والعطاء المستمر للوطن ويجب أن يتأكد الجميع أنه لا رجع عن الإصلاح شكراً جلالة الملك على هذه الفرصة التي منحتنا إياها في التلفزيون الأردني شكراً شكراً الله يحب شكراً شكراً